بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يخوانا الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس ولذلك أمر الله تبارك وتعالى المسلم إذا كان مريضا أن يؤخر الصيام إلى وقت الصحة والعافية فقال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وكذلك في الحج ربنا سبحانه وتعالى أباح للمسلم إنه يحلق رأسه لإزالة الأذى في الرأس مع إنه حلق الرأس في الحج من المحظورات محظورات الإحرام وهذا أيضا حفاظا على صحة الإنسان لأن العبد المسلم لا يؤدي عباداته إلا إذا كان في صحة وعافية تامة ما يقدر يؤديه بالصورة المستقيمة وبالتالي ما صدر من القرار بتاع وزير الإرشاد والأوقافة والشيون الدينية في إنه الناس تصلي الجمعة والجماعة في بيوتها لابد للناس من يعني التعاون مع الحاكم في هذا المعروف ولا يشك إثنان بالوضع اللي إحنا شايفينه في العالم اليوم إنه هذا القرار موافق للصحة وموافق لسلامة الناس وحتى موافق للشرع في أخواننا ما نخلي الخلفيات السياسية والأغراض والفتاوى المؤدلجة تأثر علينا لدرجة إنه نحن نضر نفسنا ونهلك مجتمعنا ونضر أسرنا بسبب زي ما بقولوا الشباب ركوب راس مع الحاكم لأغراض معينة في بعض الناس عندهم معارضة غير من المفاهيم ده ما يبقى سبب يا أخواننا في إهلاك بلدنا وإهلاك أنفسنا وربنا أمرنا بالمحافظة على أنفسنا والنبي صلى الله عليه وسلم نادى المنادي في زمنه عليه الصلاة والسلام صلوا في رحالكم في الليلة الباردة ليلة باردة بس تعشيتة قال صلوا في رحالكم وهو صلى الله عليه وسلم أحرص مننا على أداء الصلاة في الجماعة وهو أحرص إنسان على أداء الواجبات والصحابة من بعده أحرص الناس على أداء الواجبات ابن عباس في وقته قال للمؤذن نادف الناس صلوا في رحالكم وهم أحرص مننا فما يبقى نحن يخوانا حرصنا إن كان حرص حقيقي أو حرص مصطنع ما يبقى يخوانا سبب في إنه نحن نهلك نفسنا بأداء الصلاة في المسجد أو في الجماعة أو أي تجمع من التجمعات كويس يبقى سبب يا أخوانا نحن نضر من نفسنا فالواجب علينا جميعا إننا نصلي في بيوتنا جمعة وجماعة وأنا عن نفسي كإمام لمسجد أنا بأعلن من وقت هذا إنه ما حنقيم الجمعة ولا الجماعة في مسجدنا ونحن أخواننا نعسن فيهين على الكتاب والسنة يهمنا نرد ربنا سبحانه وتعالى لا نسترضي بهذا حكومة ولا نسترضي معارضة ولا عندنا غرض في أحد إن مدى الواجب والقرار هذا غرار صحيح من ناحية شرعية صحيح ومن ناحية صحية غرار صحيح فلا أخوف منه ولا يعني أتردد في تطبيق هذا القرار ما في أي إشكال يا أخوانا وإذا كان الناس امتنعت عن الجمعة والجماعة من باب أولى الناس امتنع عن بقية التجمعات الثانية تجمعات الكنائس كنائس دي ما يتلموا أصلا لأنه ده مبدوز شرعا وده شرك بالله وكفر عبادة لغير الله ما يتلموا في كنائس ولا محلات بتاع التصوف حوليات وتكايا بتاع الصوفية دي بدعة وضلالة دي قبال كورونا مفترض ما يجتمعوا ومن باب أولى أيضا يا أخوانا إنه الناس سترك التجمعات لملمات بتاعت الأعراس ولملمة في السوق وغيره الناس سترك إلا ما كان للضرورة القصوى الإنسان طالع لحاجات ضرورية يطلع مع التحرز الشديد دي أخوانا أمر واجب والناس يتعاون فيه الناس يتعاون فيه جميعا لحد ما ربنا يطلعنا من هذا الابتلاء وربنا يصرف عننا المرض وربنا يتم لينا العافية جميعا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوالينا بالصحة وبالعافية وأن يتم علينا نعمته إنه جواد كريم السلام عليكم ورحمة الله موسيقى